بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا لكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الزمر التي تبدأ بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن الله جل وعلا يقول آمرا عباده المؤمنين باستدامة طاعته والاستمرار على تقوى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أي استديموا على واستمروا واثبتوا وداوموا على الاستمساك بعرى الدين وعرى الإيمان استديموا هذا واستمروا عليه يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين عذابه جنة اجعلوا بينكم وبين صخطه جنة والتقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل الاستعداد للموت قبل نزول الموت ان الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وان العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب اعلم ان ذنوب الخلوات من اعظم اسباب الانتجاسات كما ان طاعة الخلوات من اعظم اسباب الثبات يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة من احسن عبادة ربه عز وجل فان الله جل وعلا يعطيه حسنة الدنيا وحسنة الاخرة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة اما حسنة الدنيا فهي الحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكئ او انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ومن ذلك ان يقنعه الله بما اتاه ومن ذلك ان يسرب الله في قلبه برد السكينة والطمأنينة فيستشع نعمة الله عليه فيما اسبغه الله عليه من نعم ظاهرة وباطنة لان من نعمة الله ان تستشعر انك في نعمة الله من رحمة الله ان تستشعر انك في رحمة الله شعورك بالنعمة وشعورك بالرحمة هذا هو قمة النعمة وقمة الرحمة للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة من كان يظن أن العطاء في هذه الدنيا وقف على العطاءات المادية وحدها فقد سفه نفسه إن سكينة النفس إن طمأنينة القلب إن الرضا بما قسم الله جل جلاله من أعظم ممتن الله به على عباده من النعم كان أهل العلم يقولون إن لله في الأرض جنة من لم يدخلها لم يدخل جنته التي في السماء أما حسنة الآخرة فهي الفوز بنعيم الخلد وجنة الأبد ثم الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ثم قال تعالى وأرض الله واسعة كما قال في آية أخرى يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإيايا فعبدون أرض الله لم تضق بعابد قط هاجروا فيها جاهدوا واعتزلوا الأوثان إذا دعيتم إلى المعصية فهربوا هكذا قال عطاء في هذه الآية ثم قرأ قول الله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها نعم يشرع لك أن تقيم حيث كنت قادرا على إظهار دينك وآمنا من الفتنة فيه فإذا استضعفت في دينك فعجزت عن إظهار شعائره أو لم تأمن من الفتنة فيه على نفسك أو على ذريتك فقد تعبدك الله بالتحول عن هذه الأرض إلى أرض أخرى تتجنب فيها الفتنة في الدين وتخوج فيها من الاستضعاف وتتمكن فيها من عبادة الله عز وجل هذا لا يعني أن تترك الدولة برمتها قد تترك المنطقة قد تترك الكوينتي المنطقة تنتقل إلى منطقة تتمكن فيها من إقامة دينك ومن إظهار شعائره وتأمن فيها من الفتنة في الدين البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقل ثم قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الأوزاع يقول ليس يوزن لهم ولا يكال إنما يغرف لهم غرفا وقال ابن جري بلغني أنه لا يحسب لهم ثواب عملهم قط ولكن يزادون على ذلك والصبر في الدين بمنزية الرأس من الجسد فلا إيمان لمن لا صبر له ومقام الصبر من أعظم مقامات الدين من أعظم مقامات الإيمان لأنه يمنع من اجتراح السيئات ومن الوقوع في المشتبهات ويحمل عبد من سلوك قبائح العادات وقال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسين صبر المنع والحبس هو عكس الجزع حقيقته شرعا حبس النفس عن كل ما يسخط الله تعالى في القلب واللسان والجوارح سعيد بن جبير كان يقول الصبر اعتراف العبد لله بما أصابه فيه من الحكمة يقر أن الله جل وعلا ما أصابه بما أصابه به إلا لحكمة يعلمها الله جل جلاله وإن جهلناها فإن أفعال الله جل وعلا لا تنفك عن حكمته إن منعك من عطاء فهو بحكمته وإن أعطاك عطاء فهو برحمته فأنت تتقلب ما بين حكمة الله ورحمته ولن يضيع عبد بين حكمة الله ورحمته أبدا واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه والصبر لا شك من الواجبات ولربك فاصبر ولأهميته ذكره الله في كتابه في تسعين موضعا في ثنايا كتابه الكريم وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء كما ورد في صحيح مسلم الضياء النور المصحوب بالإحراق كنور الشمس ابن رجب يقول لما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياءا كان ضياءا فإن معنى الصبر في اللغة الحبس ومنه قتل الصبر إيه معنى قتل الصبر يقال قتل صبرا أي حبس حتى قتل أن يحبس الريل حتى يقتل فهذا هو القتل صبرا والعبد يتقلم ما بين حالين سراء يشرع له فيها الشكر ضراء يشرع له فيها الصبر وعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء سراء الشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم من أصبر الناس عند نزول البلاء صبر على أذى قومه عندما جهر بالدعوة صبر على حصارهم له في شعب أبي طالب صبر على هجرته وترك بلده وقومه ولا يعرف مرارة الهجرة ومفارقة الأهل والديار والأوطان كرها إلا من كابد هذه المرارات وتلك العذابات إن الله جل وعلا يقول ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فجمع الله ما بين القتل قتل الأنفس والإخراج من الديار نبينا صبر على مشقة الجهاد صبر على الزهد والتقلل من ملذات الدنيا صبر على الوقيعة في عرض أهله صبر على أذى المنافقين وخذوا هذه القصة في الصحيحين نعم قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال غير من الناس والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله فقال الصحابي أما أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته أخبره بالخبر فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى يقول الصحابي وددت أنني لم أكن أخبرت ثم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر والنبي صلى الله عليه وسلم في صبره كان محتسبا الأجر من الله مفوضا أمره إليه لم يشكو حاله لمخلوق ممتثلا قول الله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أوصى سلفنا الصالح بالصبر يقول عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر علي يقول الصبر من الإيمان بمنزية الرأس من الجسد فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان حسن يقول وجدت الخير في صبر ساعة ثم استمعوا إلى هذه الكلمة من عمر بن عبد العزيز يقول فيها ما أنعم الله على عبد النعمة فانتزعها منه فعاضم كانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزعه والصبر كما تعلمون ثلاثة أنواع صبر على أداء طاعة الله عز وجل يحتسب الأجر في فعلها ويصبر على مشقتها ويؤديها على الوجه المشروع ويستدي مفعلها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنطر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقد كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يصبر على مشقة قيام الليل فيقوم حتى تتفطر قدماه وتلومه أمنا عيش فيقول أفلا أكون عبدا شكورا نوع الثاني الصبر عن معصية الله عز وجل بحيث يجاهده هواه ونفسه والشيطان ويصبر على مشقة ترك المألوف واجتناب الفساد وأهله كما قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار وقد رأينا صبر نبينا يوسف عما أغوته بهم رأة العزيز وقد اجتمعت له دواع الشهوة وتيسير أمرها وغاب عنه الرقيب البشري فصبر صبرا عظيما لقوة إيمانه فعصمه الله من الوقوع في الفاحشة وجعله من عباده المخلصين أمر الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة يصبر على مشقتها والآثار المترتبة عليها ويتجنب الأقوال والأفعال التي تسخط الرب جل جلاله كما قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال صلى الله عليه وسلم إنا عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحبقه من ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط ولا يؤجر المؤمن على صبره إلا إذا احلس بل أجر من الله بأن يوقن أن الله قدر عليه هذه المصيبة لحكمة بالغة ليبتليه ويختبر إيمانه ويرفع درجته ويكفر سيئاته وأنه إذا صبر عليها جوزي أجزل الجزاء وأفضل في الدنيا والآخرة ومن الصبر الجميل ترك الشكوى من البلوى لغير الله عز وجل لقد رأينا نبي الله أيوب يشكو لربه وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأثنى الله عليه بصفة الصبر فقال إنا وجدناه صابر النعم العبد إنه أواب وجدنا نبي الله يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون سفيان الثور يقول ثلاثة من الصبر لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزك نفسك الآية التالية قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له نعم قل إني يعني قل يا محمد أمرني ربي الصغل البناء للمجهول لأن الفاعل معلوم وهو الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الآمر معلوم وهو الله جل جلاله قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبهذه الكلمة أمرت أن أعبد تأكيد على معنى العبودية والفرق بين مقام العبودية ومقام الربوبية مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد يؤمر وينهى وليس له من حق الربوبية شيء فأي غلون في رسول الله يخرجه عن مقام العبودية هذا غلون مذموم مرذول مرفوض لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نعم قل إني أمرت أن أعبد الله أعبد يعني أتذلل وكلمة العبادة تطلق على التذلل هذا فعل العابد أو التعبدات التي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى العبادات نفسها الصلاة والصيام والزكاة والحج فالعبادة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة ثم قال تعالى وأمرت لأن أكون أولى المسلمين كيف أكون أولى المسلمين وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم أمم كثيرة كانت مسلمة من قبله ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم كلمة خليل الرحمن إبراهيم ووصف الأنبياء جميعا بأنهم مسلمون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ما معنى وأمرت لأن أكون أولى المسلمين أي أولى المسلمين من أمته هكذا قال السد رحمه الله يعني من أمته صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود وأمرت لأن أكون أولى المسلمين فعبر بإلام بدلا من الباء وهذا معروف ومشهور ومستفيد في باب اللغة أنه إذا تل الفعل حرف لا يتعدى به غالبا وإنهم يجعلون هذا الحرف بمعنى الحرف الذي يتعدى به العامل وأمرت لأن أكون يعني وأمرت بأن أكون أولى المسلمين وفي الباب تخريج آخر لا يتسع له المقام طيب هذا إذا قلنا أن الأولية زمانية أولية زمانية يبقى من هذه الأمة أما أولية صفة أن يكون أسرع الناس انقيادا وأكثر الناس امتثالا فهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نحتاج إلى هذا القيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأخشى الناس لله عز وجل وأسبقهم وأثبتهم وأعمقهم انقيادا يبقى إن كانت أولية زمانية المقصود بها أولية في حدود هذه الأمة أما أولية صفة واستسلام وانقياد فتلك لا نحتاج إلى هذا القيد فإن نبينا كما قال عن نفسي أنا أتقاكم لله وأخشاكم له وهو أعرف الناس برب الناس جل جلاله وأمرت لأن أكون أولى المسلمين الإسلام عندما يطلق يراد به الدين كله العقائد الباطنة والأعمال والواجبات الظاهرة أما إذا دكر الإسلام والإيمان فالإيمان يطلق على العقائد الباطنة والإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة مثلا نعم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أو حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان الإيمان في حديث جبريل اطلق على العقائد الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى أما الإسلام أطلق على الأعمال الظاهرة النطق بالشهادتين إقام الصلاة إتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الإسلام له معنى عام الاستسلام لله بالطاعة والبراءة من الشرك هذا هو المشترك الإيماني العام بين أنبياء الله جميعا وقد كانوا جميعا مسلمين بهذا المعنى أما الإسلام بمعنى اتباع ما جاء به محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم خاصة من الشرائع هذا هو الإسلام الخاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومنذ أن بعث الله محمدا بدينه الحق لا يقبل من الناس بعده إلا الإسلام بمعناه الخاص لا يقبل بعد النبي محمد بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام بمعناه الخاص يعني أن تشهد لله بالوحدنية ولمحمد بالرسالة ومقتضى ذلك أن تصدقه فيما أخبر وأن تطيعه فيما أمر وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر وأن تبرأ من كل دين يخالف دينه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده لا يقبل الله بعد بعثة محمد من الناس دينا إلا الإسلام أن يقر لله بالوحدنية ولمحمد بالرسالة وأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام وأن يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام وأمرت لأن أكون أولى المسلمين المنقادين لهذا الدين الممكثين لأحكامه لعقائده وشرائعه عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق ظاهرا وباطنا وقد امتثل نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك فكان أتقى الناس لله وأعبد الناس لرب الناس وأخشى الناس لله جل جلاله وأمرت لأن أكون أولى المسلمين وقد كان صلوات ربي وسلامه عليه اللهم إنا نشهدك على محبة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهدك على إيماننا به ولم نره اللهم كما آمنا به ولم نره شفعنا فيه يومنا القاك وارزقنا صحبته واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نضبأ بعدها أبدا ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم أمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب عليك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة